نتحول لنستمع لهذه الإحاطة الصحفية للمتحدث رسمي الحكومة الإسرائيلية إسرائيل هي ملتزمة بإطلاق سراح جميع الإسرائيليين وإجاعهم إلى منازلهم بالضغط خلال الهدى وأيضاً نحن بعد الخمس أيام من الهدى وقمنا بإطلاق خمسين من المسجونين في السجون الإسرائيلية وقامت أيضاً الحكومة بالاتفاق على خمسين آخرون من الذين هم سجونون في السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين وإجاعهم إلى بيوتهم خلال الأسبوع الماضي قمنا بالتحدث عن الهائن الذين هم موجودون لدى حماس وأيضاً التحقيقات وأيضاً الإثباتات التي قمنا بالتحدث عن الهائن لم يكنوا في ظروف جيدة كما تحدث بعض منهم والأطفال كانوا يتم تعرضهم للأعتباءات وهناك أجرائم التي حدثت وأيضاً هذا يستمر بعد ما حدث في السابع من أكتوبر في إطلاق بعض أحداث السابع من أكتوبر هناك أيضاً بعض الأعتباءات التي حدثت وهذا يجعلنا نتذكر ما حدث في سلسلة وسلسل Game of Thrones وأيضاً هذا يدكونا بالأشياء التي تحدث وتحدث أيضاً السفير الإسرائيلي عن الأفعال السيئة التي قامت بها حماس للهائن لتخويفهم وأيضاً هذه الأشياءات هي من جميع الهائن الذين كانوا موجودين وتحدثوا مع الأعلام وتحدثت سيدة بأنها كانت تتحدث بصوت خافت لأنها تم طاردها للتخويف بعدم التحدث بصوت عالي وأيضاً تحدثت عن أن والدها قد تم قتله في السابع من أكتوبر بيد أن والدتها أيضاً تم قتلها في نفسه ذات اليوم قالت بأنها كانت تخاف من النوم لم تعد أي راحة وهي حتى نست كيف يمكنها أن تقوم بإيجاد راحة وظروف ليست جيدة وليست ملائمة في كل وقت وهيون العميد عندما قام بالتحدث عن ذلك قال بأن حماس قامت بأخذ التصويرات من السابع من أكتوبر وتحدث عن إخطافه بطريقة سيئة في السابع من أكتوبر وهناك دافنا وإليا كيم سنهم الخمسون قالوا لهم بأنهم لن يوجعون إلى البيت وقاموا بتخويفهم وأيضاً والدهم قد تم قتله في السابع من أكتوبر وأيضاً أن لا يمكن أن تخيل الأذى النفسي الذي تعرضوا ليه وقالت طفلة أخرى بأن لا أحد أرادهم في المنزل وقالوا أيضاً أنهم عندما كانوا يحتاجون إلى الذهاب إلى دورات المياه كانوا يحتاجون إلى الانتظار لوقت طويل وأيضاً تحدثت سيدة عن ذلك بأن حماس قامت بأن دورات المياه كانت بعيدة من الكلوات وأيضاً كان هناك المجاعة وكان هذا غير رحيم وحماس قامت بأخذ أرهاء في الأماكن المزدحمة وأيضاً الآن حتى يمكن للعالم أن يرى لماذا حماس يمكن أن تحصل وأن تقوم بإدخال الصليب الأحمر لمشاهدة هذه الأفعال وهذه أفعال غير إنسانية لإيجاد حتى أردم الدخول لصليب الأحمر والعمليات التي كانت موجودة وهذا التحديث عن ما حدث الأمس كان هناك ثلاث جنود قد وجدناهم قد قتلوا أمساً من الهجمات الخاصة بال7 من أكتوبر وتم تأكيد القتل بعد الإثباتات وبعد الفحصات الملائمة وقمنا بإيجاد واحد أيضاً قد قتلوا من وجدوا أدنبيان 59 ممن قتلوا من الشرطة وأيضاً وجدنا الموقعين المختلفين في شمال غزة والقوات قامت بمهاجمات نفس المكان الذي تم إطلاق النار منه وكان هذا اعتداء وخرق لهدنة إطلاق صراحة رهائن ونحن نؤكد بأن أي محاولة لإذا أي أحد من القوات الإسرائيلية سوف يتم أراد عليه بكل عنف خاصة في هذه الهدنة الخاصة بإطلاق الصراحة هناك أيضاً الخطط التي هي موجودة أو لتأكد من تدمير حماس بعد الهدنة وسوف نستمر عندما تقوم حماس بالتوقف عن إطلاق صراحة الرهائن سوف نقوم بتدميرهم ونتأكد بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى كما حدثت أفعال السابع من أكتوبر ونتأكد من القضاء على حماس بشكل كامل كم أعثرتم وكم عدد الرهائن السؤال عن أرهائن الذين نتوقع أن يتم إطلاق صراحة قبل الهدنة أنا لا يمكن أن أتحدث عن رقم معين نحن بالفعل نطلب إعادة الفوئي والإطلاق الفوئي لجميع أرهائن ونحن لدينا عدد كبير وسوف نقوم بإذنة كان هذا المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون داليجي في هذه اللحاطة الصحفية اليومية ولكن أبرز مقاله هو حول قائمة الخمسين سجين فلسطيني التي تستعد إسرائيل للإفراج عنهم بما قد يمهد أو يؤشر إلى إمكانية تمديد هذه الهدنة للإفراج عن المزيد من الأسرة والمحتجز ونحن نتعلم أن نعيد ونحن نعيد